السلام عليكم الاخوة الاخوات مرحبا بكم في المتبخ وجوالات في بلجيكا اليوم ان شاء الله نقدم عكم التاكوس كيكون احسن ديال المحالات كيجي لديد و بالحم المفروم و بالصدر متع الدجاج ميكست و كيجي لديد قاو معايا تشوفوا جميع المراحل متاع هاد التاكوس بسم الله الله مصلي على سيدنا محمل على قليل واصحابي اجمعين هناك نحتاج الكفتة على حساب الافراد العائلة عندي تمكشي 500 جرام و غنضيف عليه الكامون كتشوفوا معايا شي مكاملش مع الكه صغيرة المهم و غنضير شو يد زنجابيل ديروا العطرية اللي كتديروا ديما الكفتة ديالكم مهم المهم كتجيبنينا بهذا التواب اللي كان دير و شوية نتع الخركم بالديه و شوية نتع البزار مرحبا بالاخوة الاخوات بالميمات مرحبا بكم عندي هنا في القناة كنقول قنات قناتكم بلا بكم ما كان لا كانت لا ولو الاخوة الاخوات هنا ينعمل شوية نتع التوابين على الكفتة إلا عندكم طفرتوا عليهم هي هادي كلا ما كانش ماشي مهمين هنا عندي بودة نتع التومة يمكن لكم تبدلوها بالتومة طرية ونعمل شوية نتع التحميره ولا بابريكا ما كاملش مع الكهة صغيرة بحركة تشوفوا والملحة على سبت الدوك وإلا بغيتوا تضيفوا عليها الربيع طري يمكن لكم أنا عندي معقنوز مجفف عندي معقنوز مجفف المهم ديروا هادي كشي اللي كتديروا ولكن هاكا كتجي بنين الأخوات الإخوان ها التاقوس كي يجي بنين كي يخفيف ماشي بحال التاقوس ديال الصناكات ولا ديال المحالات كي يجي شوية تقل وهناي عندي صدر تاع دجاج وعندي هنا يلا مطاط وللخدل عندي واحد مع الكهة صغيرة مهم كي نحتاج هنا يتوابين عندي قريبا بحال الدجاج إلا بغيتوا تديرو التومة نتع سطرية ديرو عندي بودرة تديروه نتع التومة نتعالي حسب مهم شي نصم مع الكهة صغيرة مهم كتشوفوا معايا جميع المراحل اخوة الاخوة مرحبا بكم كنرحب بكم ديما في القناة كنقولكم قناة قناتكم عن تختكم مرحبا بكم الغاليين ديالي هنايا كنحتاج زنجابيل معلقة صغيرة كتعرفوا الدجاج كيبغي زنجابيل هنايا عندي البزار ما كاملشنس معلقة عندي شوية حار هذا وكنحتاج الخركم بلدي المهم نصف معلقة صغيرة عندي تمكا عود سنين عمل تحميرة ولا بابخيكا معلقة صغيرة سمحوا لي على تصوير ما كيبانش بزيان متمنى يتباني لكم هنايا الملحة ندير الملحة وندير هاديك مع قنوز وجفف انتم يمكن لكم تبدلو بالربيع مع قنوز طرية والقصبة هنايا درت جوجت معا لكم انتع الزبا دي ولا يا وقت طبيعي كيجي دجاج ديالكم بطريها كيجي هنايا عندي العاصر انتع الحامض ولا ديلو عصره شوية وشي معلقة هاكي انتع الحامض وتمكي درت سرعطي ينتع الدجاج ما نعرفو شبانو معاكم ولا لا درت شوية الى طف هادو الى الطف طفرتو على على التوابل ديالدجاج هي هادي كيجي ما كانش ماشي مشكل المهم غير هادي كيجي الخردار ولا ولا موتاغد ولا يا وقت كي يا وقت طبيعي ولا الزبا دي كيجي دنيل وكي نخليهم يرتاحو كيتعرفو الاقل شي نص ساعة ولا ساعة هنا هي درت الزيت في الميقلات نحط هاداك الكفتة ديالي دتي وندير حتا هاداك صدمتع الدجاج المهم ان شاء الله ندير معاكم حتا الصلصة متاع صلصة الجغيان نديرها معاكم هنا تشوفوها كن موجدها في المنزل ما كان شريهاش كتجي بحال بحال اخوة الاخوات هنا المهم ندير صدرتها الدجاج ديالي والكفتة حتا يتيبهم نقوع عليهم نحركوهم نخلي النار ماشي مجهدة نقص عليها مهيلة المهم باش يتيبنا هاداك الدجاج يطلق لاصوس ديالو ما غاديش يجينا ناشف حتا نقرب يتيب نطلقو عليها النار باش يشروغ هاداك لاصوس وكربكو عليها هاداك الكفتة باش ما تقووش معانا كل مره نمعسوها كي كبشي معلقة ديال الخاشب حسن معلقة بتاع الخاشب كتكون صحية بشي بحال ديال الحديد كان جرحو الميقلات ديالنا الاخوان الاخوات مرحبا مرحبا اخواناتي اللي كيتواصلوا معايا الله يحفظكم الله يجازيكم بالخير هنا المهم اني كل مرة كان هاداك الكفتة باش ما تقووش معانا كان معسوها هاكا كان نشوف شي كويرات كان معسوها بفرشيطة الاخوان مرحبا الاخوات الغاليين ديالي هناك تشوفوا الاصوس خليها تشرب شوية ماشي حتاة نشف معاكم باش التاكوس ديالكم ما يجيش نشف معاكم الاخوان اخوات مرحبا المرحبا هنا هيا غنزيد عليها شوية تعلق العطريات تعلق شوار منسيتها مادرتهاش في اللول إلا عندكم هي هادي هنا ما عندكمش ما شي مهم كتزيد البنة كين حتى واحد العطريات تعلق التاكوس إلا توفرتوا عليها تعلق هذه تزيدوها في الكفتة ديالكم ولا تزيدوها في هاديك مهم من بعد ما طابوا لي الحم الحم تصدرت على الدجاج والحم مفروم ولا الكفتة كنخلطهم هنا نوجد معاكم الصالصة تاكوس سمحوا لي الأخوات الإخوان على التصوير ما نعرف كيفة اشترت ليها حتدرت التليفون بالعرض الكاميرا هنا كنحتاج شوية كنحتاج مايونيز اللول عندي مايونيز نشير بعاد معا كهكك المهم ديرو انتو على حسبكم وشويني على الوزار والحار ديرو على حسب انتو مالك تبغير الحار دردتشي مع الكهة صغيرة هاد الصالصة في خيته او لا ديرو كاتشاب اللي توفرتو حتى كاتشاب كندير به المهم ديرو على حسب دردتشي ثلاثة المعالك بربعات المعالك بتاع مع يونيز اطردتشي ثلاثة المعالك بتاع الصوص في خيته وعندي هنا هنا هي بصلة واحدة صغيرة والذي يلغي واحدة نصف وصفي قطعوها بحل شلطها صغيرة اللي هنا هي حكيتها في الحكاكة غليطة هذيك اللي عندها العين كبيرة المهم ما نعرفوا هنا هي التصوير سمحوا لي على فهذا التصوير ما نعرف كيفش تطليحة دورة الكاميرا هنا هي كتشوفوا معايا قطعتها غير قوس بحل قطعتها رقيقة نخلط هذيك الصلصة ديالي وكنتحتاجوا الخبز نتاع التاقوس ولا الخبز نتاع التغتيلا الأخوات الإخوان والمهم كتشوفوا غس هاد اللون ديال هاي يجي بحل السومو غوز فاتح ماشي المهم كتشوفوا هنا هي كنحتاج الخبز نتاع التاقوس ولا التغتيلا ولا والجوبن على حسب اللي عندكم اللي عندكم موزايلة اللي عندكم اللي عندكم هنيا وفريتة لا بد من كنقلو الطاقوس كنقلو فريتة المهم بعض المرات كنعملو حسن هذيك ديال براني كيجيني فيه بزاف فغماج بزاف كيجيني مجهد الوليدة لعن الوليدة لابد لابد مرة مرة نديرو بحل هاد الشي ود نوجدوه في البيت ديالنا حسن كنعرفو فين قلينا هذيك الزيت وكيف اشدرنا هذيك الشي كيكون كيحسن المهم كندهن بلاسوس كنت شوفوا المهم معايا جميع المراحل وكندير الفورماج الجوبن على حسب على حسب هذا انا عندي هذي الخوبز كبير اللي عندكم صغير ديرو على حسب على حسب كل واحد على حسبه المهم ندير لاسوس وكندير عليها الجوبن وكندير عليها هذيك الميكس نتاع ما بين صدر نتاع الدجاج ولكفتا نتمنى يعجبكم الاخوات الاخوان مرحبا بكم اللي عجبتو القناة كنت قولكم مرحبا الف مرحبا اشان تكون في القناة تكبروا العائلة ديالنا ولي عجبتكم عجبكم فيديو ديروا واحد اللايك جزاكم الله كل اخاي الله يحفظكم هنا كيف اش كانت توي بحل ديال المطاعم هكا كيتو المهم نتمنى يكون باين معاكم استسمح للتصوير هنا ايه بحل كنت جمع في الداخل ديالها ايه كانت شي فريد تخرجات ولا اشي نحسيت شي حاجة خرجت من بلاستها بحل كنرجعها وكنجمعها بحل هكاك ايلا عندكم الالة نتاع الطانيني دي وفي الالة وانا ما عندكمش ديروا غاية في الميكلات بعض المرات هنا كنديروا غاية في الميكلات هنا المهم ندير جميع صندويشات ديالي الطاقوس ديالي بحل كتشوفو كنوجدو اللو كل عادي كن ندوز نحطه في الطانيني المهم اه قلتكم ديروا على حسب اه افراد العائلة ديالكم وديروا على حسب انتو ما الى عندكم الخبز تغطيلة صغير مقسم بالكمية باش ما يخرجكم شاقع دك الشي مرحبا الف مرحبا الاخوال اخوات شكرا لكم بزف بزف شكر كليل في الحق ديالكم بحل كنقولكم ديما مرحبا الف مرحبا ديما كتنوروني جزاكم الله كل خير على الدعم ديالكم وعلى اللايك ديالكم وعلى اللايكو منطق ديالكم وغزالين والدعاوي ديالكم الاخوال اخوات لكم بالمي ثبديما كنقولها هنا المهم كنخلق الفيديو تشوفو معايا مزيان كيفاش كنجمع هذيك التقس ديالي كيجي بحل ديال البرمشي كيتحل معاكم المهم كتشوفو معايا حتى لو قلتكم الى عندكم الخبز تغطيلة صغير نقصو بالكيمية وصافية ديروا بحل هكاك ونستمر بحل هكاك الاخوة الاخوات نضيف بانينين هذيك الباغين تاع بانينين نصخناها شوية وكننحطها انا عندي شوية مجروحة حكوها بسلك في الظهر وكننحط فيها هذيك بابين تاع كويسون المهم باش ما يكونش كونتاكت على معا الهالة بانينين المهم كان نشوف بني كيتحمروا شوية بحال تحمروا كنقلبهم باش يديروا هذيك المربعات بحال ديال السناك المهم كتشوفو هذيك كيكونوا هذيك المربعات كنشوفو معايا محتاج الى عندكم هذيك الميقلات متاع هذيك اللي فيها بحال فيها شي فراكا هكاك كيمكن لكم تديروا بحال هكاك كتقلبوها لساندوش ديالكم وقد تديروا بحال هذيك المربعات ومتمنى اعجبكم فيديو الاخوة الاخوات الناس اللي ما كيعرفوش تحضير اسميت التاقص في الدار نديرها معاكم باش تشوفوها شعلا نتمنى اعجبكم الفيديو نشخفي فاضريف علي قلوبكم هنا نقطعها معاكم باش تشوفو كيفاش كييجين مقدمتوه معه السلاطة متو مقدمو هكاكاكاكوه ما بغيتوش فلدة municipalities لداخل ايام يمكن ليقوم اديروا المحم نOff set اديروا السلاطة اللي كتب 올سبو الضرطة في الداخل كيشو هش كيييي في الداخل كتشوفو معي كيييye معلك وكاييبنين اخاوات الاخوان جربوه منتمنى نعجبكم نكرا لكم معا السلام بالفيديو المقبلت ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة